السلام عليكم معكم سوما في البيت البسيط والنهاردة هنعمل مشروب خطير يا جماعة فعلا رهيب مفهود ما يستغناش عنه في اي بيت المشروب ده يا جماعة بيقول مناعة بطريقة رهيبة وكمان بيعمل على توسيع الشعب الهوائية وعلى السعال وبينقل بشرة جدا وكمان بيعمل على تقوية العزام وعلى تقليل الكوليسترول يعني ليه فوائد رهيبة ومن مقوينين اتنين بس ومن حاجة طبيعية اتمنى بسنصب الشروب الاشتراكو يلا نشوف الطريقة يلا بينا واول حاجة هنسمي باسم الله هنجيب تلات لومونات كبار وتحت الحنفية بقى وعلى تحت المية كده ونبدأ ندعى في اي جينا اللي تنينكي القشرة ونخسلها كويس او الاهم حاجة المرحلة دي هنجيبها تخسل القشرة ويتدعف فيها كويس جدا بعد احنا ما غسلناها كده مرتين تلاتة ابدأ اجيب سكينة حامية واقطع اللمون من النص بعد كده تبدأي تجيبي بقى عصرة البرتقان او اللمون وتبدأي تعصري اللمون بتاعك لحد ما تحصلي علق يعني تنزلي المية اللي في قلب القش زي ما انتم مشايفين كده المشروب دي يا جماعة والله يعني اعملوه خطير جدا وبيرفع المناعة وليه فوائد رهيبة رهيبة الجد يا جماعة اعملوه وشوفوا والله الفن بعد احنا ما عصرنا زي ما انتم مشايفين بقى كده اللمون بتاعنا في قلب العصارة هنبدأ نجيب كباية ونصفي بقى العصير بتاعنا احنا دوقتي حصلنا على ربع كباية اهيت من اللمون المركز هركنها على جنب بقى لما شوف بقية الوصفة بعد كده هجيب حلق او اي حيض احطها على النار وهنزل بلتر مية لتر مية من الحنفية عادي جدا يا جماعة او حوالي اربع كبايات من كباية الشاي يبقى ده لتر مية او اربع كبايات من كباية الشاي وابدأ اجيب اللمون بتاعي اللي انا عصرته واقطعه صغير عشان كده يا جماعة انا قلتلكم اخصلوا كويس جدا لان انا هستخدمي القشرة بتاعته الفيتمالات كلها يا جماعة بتبقى انا تركزها في القشرة مش في العصير بتاع المية لأ عشان كده القشرة دي تقوعترموها واستخدموها لان هي دي اللي فيها الفوايد وابدأ انا ما قصعته صغير حبدأ انزلها على المية بتاعك واي دي كده اول مكون بتاعنا طب تاني مكون ايه هو القرنفل او المصمار القرنفل ده يا جماعة حلوة قوي قوي للي عنده برد واللي عنده كحة يا جماعة يغلي ويشربه جميل ولتوسيع الشعب الهوائية وللتهابات بصراحه حلوة قوي قوي هنحط حوالي ست فصوص من القرنفل وابدأ اخدهم بقى وحطهم على النار واغطيهم واول ما يغلوا يا جماعة انا حطاهم دلوقتي على نار عالية اول ما غلي بالشكل ده هبدأ ان انا اهد النار واغطيه واسيبه تاني يغلي عشر دقايق اهو بعد العشر دقايق يا جماعة انا دلوقتي خلاص حطف النار بتاعتي واسيبه لما يبرد خالص لبا انا حطيته على نار عالية ولما غلي حطيته على نار هادي عشر دقايق وبعد كده سبته يبرد وادين ارجعنا له بقى لما بيرد هتجيبي بقى اي حاجة عندك انا عندي هنا بطرمان بتاع مربا هبدأ ان انا اصب فيه يعني تصب في اي حاجة فيها غطى على اساس ان انت هتستخدمي مثلا ثلاثة اربع تيام فعشان كده يبقى له غطى تغطيه ونبدأ بقى نصف المية دي يا جماعة وادى عصير الليمون اللي احنا كنا عاملينه في الاول هبدأ ان انا انزل بيه على المية بتاعتي واقلب بقى ده كله بس يا جماعة حاجة سهلة وبسيطة والله بس بتفرق كتير وتبدأ زي متنما شايفة كده بقى خلاص العصير الجاهز تبدأ تصب كده وتشرب كل يوم كباية قبل النوم قبل ما تناموا يا جماعة تشربوا كباية والله والله هتفرق كتير هتفرق كتير قوي في صحيتكم وبعد كده احنا يعني ما انا شربت بصراحة يعني هو عشان الاشري فيه مرارة بس بسيطة يعني مش مرارة جامدة فاللي مش حابب يشربوا كده ممكن يحط معلقة عسل نحل صغيرة اهو تدليق تقليبي كده في العصير ده معلقة عسل نحل صغيرة او تشربي كده كل يوم كده كباية يا جماعة قبل النوم والله يفرق كتير جدا في تصفية البشرة وفي اللي عندك برد واللي عنده الفلونزة واللي عنده الشعب الهوائية واللي عنده سعال وقحة وكمان بيعمل على الكسترول بيقللوا واللي عنده التهبات في العظام حاجة خطيرة يا جماعة بجد اتمنى يا جبكم ما تنسب الشر والاشتراك والسلام عليكم